اهلا بكم في الفيديو رقم 5 من سلسلة اساسيات الطباعة والفيديو بيتكلم عن الطباعة من الهاتف المحمول وعلشان نفهم الفكرة مجموعة من الطباعات مختلفة ومجموعة من الاجهزة بنوصلهم مع بعض بطريقة معينة على سبيل المثال اللابتوب ممكن يتوصل مع الطباعة عن طريق الواي فاي او عن طريق سلكي وير اما بالنسبة للفون ممكن اوصله عن طريق مباشر واي فاي او عن طريق بلوتوز او عن طريق الشبكة هنشوف كل ده بالتفصيل يبقى بداية عشان اطبع من موبايل الطباعة نفسها ياما تكون بتدعم التوصيل الشبكي اللاسلكي الواي فاي او لو ما فيهاش بوصلها بالروتر بطريقة سلكية ده بالنسبة لتوصيل البرينتر بالروتر طيب انا الموبايل بتاعي رابط على شبكة الواي فاي اللي في نفس الروتر طبعا ازاي اقدر اتواصل وهقدر اطبع من خلال الموبايل بنفس الفكرة انا محتاج او برنامج او تعريف ليه الموبايل عشان يقدر يتفاهم مع الطبعة واحنا ناخد في مثالنا الطبعات ريكو وكل الطبعات كل الشركات بتعتمد نفس الطريقة الفروقات اني بجي نزل البرنامج الخاص بشركة اتشي بي مثلا او سامسونج او غيره بعمل دونلود او تحميل لبرنامج ريكو سمارت كوننكتورز وبقدر اثبته بعد ما اثبته في فونبايل افتحه هيبدأ يقول لي وافق على التفاقية اوافق ممكن يجيب لي بعض التعليمات بقى امررها اراها واعرفها بعد كده هيجيب لي الاعدادات اعداد الموبايل بتاعي هنا بيقول لي لازم توافق على البرميشنز او الازونات طبعا البرنامج هنا بيشترط اني لازم هنا بلاحظ ان الازونات مفيش ولا اذن لسه اخده لم يتم منح ايه ازونات هبدأ اضغط على الاجهزة المجاورة والكاميرات والماكو الجغرافي وكله وابدأ اعمل سماح للازونات دي كلها بحيث اني اسمح بكل الازونات المطلوبة للبرنامج اللي اسمه كوننكتورز الخاص بطبعات ريكو بفتح بالشكل ده البرنامج فتح انا هبدأ اشغل الطبعات متعددة اي طبع عندي تابعة شركة ريكو هقدر اعرفها هعرفها على الفون من خلال هل من خلال كود طبعا الكود ده بيظهر على شاشة البرنتر لو هي متقدمة وفيها شاشة وكيو ار كود وعمل له مساودة طريقة صعبة هضغط على السهم واختر طريقة تانية طبعا لو فيها ميزة بلوتوس بنقدر نعرفها بلوتوس لكن احنا بنقول لا توجد اي مكينة مسجلة هقول له اضافة مكينة هوصل المكينة اللي في نفس الشبكة المكينة بتاعته متوصلة على الروتر سواء سلكيا او لا سلكيا فهبدأ اعمل اضافة في الاضافة اقول لي حضفها باي طريقة هل تعرف الابي عنوان الابي بتاعها ولا يبحث بشكل اوتوماتيكي هنا الاسهل اقول له البحث عن مكينة واضافتها او هي متوصلة بالشكل ده بيعمل بحث وبعد كده بيوصل ل البرنتر وجاب اسمها بالزبط اهو وبقول له اسجلها اضغط على تسجيل ممكن طبعا اعمل بحث مرة اخرى واضيف مكينة اخرى يعني اكتر من ماشين ممكن اضيفهم بالشكل ده وبعد كده اختار وانا بطبع هنا الطبعة اللي اسمها mp2001 موجودة وجهزة للطباعة عشان اتمام عملية الطباعة بضغط على الامر طباعة وفي طبعا هنا عندي التحقق من حالة المكينة ممكن اضغط عليها اتأكد ان المكينة اسمها واخدت عنوان ip اهو ابعارفه كمان وعشان افتح الشاشة بتاعت المكينة دي واتحكم في خياراتها لو هي فيها امكانية بضغط على web image monitor كل دي امكانية بقدر ادير المكينة نفسها من خلال الموبايل لكن هنرجع مرة اخرى للطباعة انا ممكن اطبع يعني اضغط على طباعة وابحث عن ملفات اللي عايز اطباعها وقوم بطباعتها في طريقة تانية طبعا بدل الطريقة دي ان انا اكون فاتح اصلا اي ملف بملف بدف اهو اطبعه الطريقة التانية من خلال الملف نفسه من الثلاث نقاط دول من الخيارات اعمل ارسال الملف اعمل له عملية ارسال ولما هرسله هبحث على التطبيق بتاع اللي اسمه connector ومن خلال connector لما يفتح انت هتحتاج انك تطبعه فبتضغط على امر البرينت او الطباعة في الاسفل لو جاب لي تعليمات ما فيش مشكلة بعديها وابدأ بقى اختار اسم الطباعة اللي هطبع بيها طبعا الطبع اللي عندي اكتر من طبع لو مسجلين وهنا الامكانيات الخاصة بالطبع هل كم نسخة هقدر اكتب عدد النسخ طبع لو فيها امكانية الوان او بيض وسبود حجم الورق الطبع لو فيها امكانية الطبع على جانبين وشهو ظهر يعني او جانب واحد وكمان ممكن لو نزلت بالاسفل هلاحظ انه يجب لي صفحة البدء يبدأ من صفحة رقم كام صفحة الانتهاء لو عندي ملف فيه سبع وراءات زي ما احنا شايفين ممكن اخليه يطبع من الاولى للخمسة او اي رقم انا عايزه بكتبه بالشكل لو في النهاية بلغط على امر البدء في الطبع يقول لي جاري الطبع بياخد بعد كده يقول لي انتهى الارسال ولا ايه بعد كده ان الطبع بدأت تتحرك وتطبع النسخ المطلوبة والطريقة دي نقدر نجربها نقدر نشبك الطبعة في الروتر ونستخدمها من خلال اي جهاز محمول وكذلك من اي لابتوب او اي جهاز متوصل على الشبكة بتاعت يبقى هنا طبعة شبكية وبقدر نستخدمها من خلال اي جهاز متوصل على الشبكة الطريقة التانية واي فاي ديرك واي فاي ديرك طريقة سريعة ان انا بوصل الموبايل بتاعي او اللابتوب مباشرة في الطبعة مش محتاج بقى راوتر اوصل عليه من الجهازين دي بعض طبعا لازم تكون بتدعم الميزة دي وبضغط على الشاشة وبوصل للواي فاي ديريكت بلاحظ ان في اسم لي الشبكة اللي بيكونها الماشين دي وكمان في باسورد بقدر من خلال موبايل ابحث عن الشبكات ولقط اسم الشبكة الخاصة بالبرينتر بتاعتي وعمل عليها كونكت هيطالبني طبعا بباسورد وهكتب لي الباسورد اهول وبتسمح بي اتصال خمس اجهزة والجهاز واحد باتصل من خمسة وبعد كده بعد الاتصال ببدأ افتح الملفات واطبعها من خلال الفون وبنفس الطريقة البلوتوث لو الطبعة بتدعم الاتصال عن طريق البلوتوث بعمل بنفس الطريقة بفعله وبعمل كونكشن عليه من الفون وبعد كده بفتح الملف وبرسله عن طريق البلوتوث للطبعة وصلنا لنهاية الفيديو الخامس نشترك في القناة ونتابع كل ديريد